السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عواشركم بركاته تعيدوا بصحة والسلامة وباش كتمنى ويربي كيك العيد في حلة جديدة مزيج ما بين القهوة وما بين الشوكولات ان شاء الله غاد يعجبكم هاد الكيك هادا اللي هو كيك يومي مدق القهوة وشوكولات الجوج حبات ديال البيض غاد ينصيبو كيك يومي كيجي اكتر من رائع شكل مميز ان شاء الله تميزي به في العيد لفتر المبارك فعلا كيستحق تجربة وكيجي الديد كيف قلت مزيج ما بين القهوة وشوكولات اخوات اللي كيبغيوا هاد المدق هادا ان شاء الله غاد يعجبكم هاد الكيك هادا يكون حاضر ان شاء الله في المائدة ديال العيد لفتر المبارك نبدو على بركتي الله في الطريقة والمراحل لتحضير هاد الكيك غاد ينحتاجوا لي عندي هنية جوج حبات ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ كيف تعودنا مع بعضياتنا دائما البيض نكون مخرجينه من قبل من تلاجة نحتاج كاس مع مرش ديال زيت نباتية يعني كاس اللاروب ديال زيت نباتية وغاد يحتاجوا كاس ديال سكر سندة او سكر حبيبات الحجم ديال ها يكون دائما نرقيق باش كينجح معانا الكيك وهنا يا درس كاس لان كاس ديال سندة لان عندي كاس ديال سندة لان عندي كاس ديال قهوة مقطرة وكتكون حارة يعني مقطرة على اليد ممكن انكم تديروا اقل ولكن كتشي هي هديك ممكن انكم تديروا كاس ديال المو فيه معي ديال قهوة سريعات الدوابن غادي نحتاج جوج كيسان ونص ديال بقيق ارتب مغرب الخاص بالحلويات نوعية جيدة جوج خمارة وزن سبعة جران في كل واحدة او بيكين باودر وهنا عندي معلقة كبيرة او لساشي ديال كاكا والمر قشرة ديال برتقالة باش غادي نسمو بها هاد الكيك هادا وهذا هو المول اللي غادي نخدم فيه هاد الكيك هادا المول اللي كنت شاركت معاكم في المشتريات ديالي اللي خديت من بيم يعني هادا هو الكيك غادي ننصي فيه اول تطبيق لهذا الكيك هادا الكيك اليومي غادي ندهنو بالزبدة ونرشو بالدقيق اول مرحلة غادي نبدأ بها ولو انه ما كي يلصقش ولكن ضروري انا كنناخد الاحتياط ديالي كننغرب واحد شوية واحد دانا خفيفة وغادي نخليها على جنب كيف تعودنا مع بضياتنا دائما فهذا البول هادا غادي ناخد البيض ديالي قادي نهرسو كيف ممكن لكم تخدمو في الكس ديال الخلاط الكهربائي او الكس اللي كنخدمو فيه العصير نهرس البيض معها قبيصة ديال الملحة ضروري باش كنقدو بها الضوك من سوهاش قبيصة ديال الملح وغادي نضيف السكر كيف قلت انا درت كس ما غاديش نكملو غادي نحتفض بواحد شوية واحد شوية غادي نشوفوني فاش غادي نوضفو غادي نجانس البيض مع السكر مزيان حتى غادي ندامجو مع بعضياتهم حتى تفتح اللون ديالهم ومباشرة غادي نبدا نضيف في الزيت هاد كس اللاروب ديال زيت او كس مع مرش ديال الزيت شوية بشوية حتى كنسالي الكمية ديال الزيت وزن ديال الكاس يوزن مياه وخمسين ميليليتر وممكن تمشو بالقياس ديال الكاس ديال العنبة مباشرة غادي نحك القشرة ديال البرتقالة ستعطي واحد المدق زوين البرتقال كيتواته مع القهوة مع الشوكولات ستبقى اختيارية لا بغيتو تديرو هاديرو هبغيتو تستغنو عليها ممكن بالنسبة القهوة كيف قلت لكم مقطرة على اليد يعني حارة وتكون دافية من الاحسن ما تكونش باردة تكون دافية باش هكا الكيك ينجح يعني كي ننشي نقط ضروري اننا نحترموهم مباشرة غادي نبدا نضيف الدقيق مغربل ولو هو مغربل كنعاود نغربلو ما كنضيفوه شدفعة واحدة كم قنضيف شوية بشوية ضفت الكاس لول وانا كنخلط حتى كيدخل الكاس لول في الخالط نضيف الكاس الثاني وخاك نعطي العبار ضروري خاصنا نشوفو الكتافة ديال الخالط ديال الكيك نشوفوها قدام عينينا او نلمسوها بيدينا خاصنا كيف كنقولون نتعاملو مع الكيك في الخفة ديالو او لا في واش خداء في الدقيق نكونو عارفينها غادي نضيف هنا يا الساشي ديال الكاكاو يعني بغيت نوصل لكم الفكرة ديال انا ما نعولوش على العبار يمكنو مضبوط دائما كيف كنقول كيبقى على حساب نوعية الدقيق والامتصاص ديالو حجم هنا غادي نضيف نص كاس الثاني وغادي نشوف واش الكيك ديالي صفي هو هاداك في الكتافة او خاصنا نزيد هنا غادي نضيف الخميرة كيموية وزن سبعة جرام في كل وحدة جوج خمارات او لثمانيين لي توفر يعني ربعتاشر جرام او ستاشر جرام ضروري كنغرب الهاته هي باش ما كتبقاش في هديك الكوائرات كيعطيو المرورة كنشوف الكتافة ديال الخليط ديالي واش هي هديك او خاصها هناك يبال يخفيف غادي نضيف معلقة زيت معلقة كبيرة ديال الدقيق صفي هي هدي الكتافة ديال الخليط ديالنا هكا خاص يكون باش الكيك ما كيجينش قاصح ما كيجينش خفيف او ما كيهبطش في الفران غادي نضيف واحد معلقة كبيرة ديال الخليط كتخفف لنا الكيك في اخر مرحلة شوفوا معي يعني را نزد كيف قلت لكم هنا كان بيليكم انه نزد شوية ديال الدقيق غادي نجيب المول ديالي اللي خليته على جنب وبطريقة المعروفة كان هزويتينا اللي فوق وغادي نفرغ فيه هاد الخليط بالنسبة لهاد المول ارى الحجم دياله كبير ولكن بما انني تشاهد ندير في هاد الحلوه هادي اول هاد الكيك هذا ديال العيد اول تجربة لي فيه درتو في هاد المول هادا يعني ممكن انكم تاخدوا القياس ديال المول اللي كي ياخد اه عشرين سنتيم هادا كبير هادا ديال الاربعات البيضات ومع ذالي كدرتها فيه وجهت زوينه جهت غزاله ما شاء الله جهت فنه كيف قلت غادي تاخدوا القياس اللي كتخدموا في الكيك ديالكم اللي كي ياخد عشرين تقريبا احتى الواحد وعشرين هاكا سنتيم هادا راها المول كبير ندخلوا الفران شاعل غير من الجهة السفلة مية وستين درجة وفي هاد الوقيته غادي ناخد واحد صلصة او صوص بالقهوه غادي نوجدها القهوه فاشقطرتها خليت منها واحد الكاس ضفت ليهم واحد تقريبا مية قرام ديال شوكولاته نوعية جيدة بما انه عندي شوكولات مر غادي نطر نزيد واحد شوية ديال السكر اللي تبقى ليه من الكيك والقهوه عندي سخونة هادي القهوه سخونة باش داب شوكولات فيها يبقى ليكم الاختيار الى كان ولي داتكم ما كيبغيوش المضاق اللي هو مر اكيد انكم غادي ندرق هوا وحليب او لا ممكن دوب الشوكولات في الحليب يعني هاد النقطة كتبقى اختيارية هنا هي الكيك ديالي بعد ما خرجتو من الفران شوفه معي كيف جاء جوج حبة ديال البيض و ما شاء الله جاء هو هاداك جاغزال هادي السوس يلا درتو في الكيك عادي هاد السوس هتخليوها غتسقيو بها الكيك ديالكم بعد ما تقلبوه يعني الكيك لما كيكونش امش ناف او فيه شي حاجه هكا شي كيف نقوله شي موتيف انا هنا هاد السلسة بغيت غير نقدمها معاه الى جانبو كيف ما يمكن لكم تسقيوها به قادي نتفهموا معي اكتر الاخوات من بعد هنا هيا غادي نقلب الكيك ديالي وبكل سهولة كي يتحيد شوفوا معي كيف كنقوله الرشمة ديالو او لزوة ديالو كجي زوينو كيجي شي حاجه لمغايرة نغيرو به اخترت انني نغير به في المائدة ديال صباح العيد كيف قلت لكم البنات الى درتو المل العادي اللي كيكون متقوب من الوسط ممكن انكم تسقيو به هاد السوس هادي كاملة هنا يقولو كان سقيتو غادي تغطى شوفوا معي الخيفة ديالو والهشاشة ديالو كيفاش كتبون كيجي خفيف لهذا ديك السوس خليتها مرافقة له اللي قطع شطريف غادي نسقيو به هاد كيف كنقوله الكيك وكل ما خلينا نضيك سلصة الوكاد زيت عقادي يعني دبرة بقى خفيفة حتي الله وجدتها وكيف جلت العادة دائما نقطعه مع بعضياتنا باش نشوفوه كيفاش داير من الداخل الكيك اليوم يجوج حبات ديالو بيض وكي خرج لنا واحد الكيك اللي هو غزال كيك القهوة وشكولات خصوصا عشق القهوة غادي عجبكم هاد الكيك هادا شوفوا معي كيفاش خفيف يعني انتبعوا المراحل وغادي عجبكم ان شاء الله كيف قيت لكم انا هاد الكيك يعني السوس غادي غين رافقها به اللي بغا شي قطعة كي هز شوية ديال السوس وكي ضيفها وانا عجبتني القهوة وكاينة مرة لانا جات مرة عجبتني ممكن انكم تديروا لوليدتكم الحليب وكتقطعوها بصحو السلام وباش كتمنى وتعيدو تعودو ان شاء الله في امان الله